المناهج جيد ما هي الموانع التي تمنعنا من الاعتماد على المنهج السندي المانع الأول وروحوا اشتغلوا علينا ما نقول بأنه اقبلوه المسلمات لا روحوا اشتغلوا على هذه الموانع لتروا يوجد جواب من أصحاب المنهج السندي أو لا يوجد عندهم جواب المانع الأول أنه إذا بنينا خلي ذهنكم جيدا هذا القياس الاستثنائي كما قرأتم في المنطق إذا بنينا على المنهج السندي كما هو منهج سيدنا الأستاذ السيد الخوئي ومن تبعه على ذلك لا طريق لنا معتبر لتوثيق تسعين بالمئة من الذين واردوا حتى من وارد في روايات الشيعة فضلا عن روايات ماذا السن ما عندنا طريق لتوثيق ليش ما عندنا طريق يا سيدنا أين أين ذهب النجاشي أين ذهب الصدوق أين ذهب الكلين أين 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 هؤلاء الأعلام كتبوا في الرجال وقالوا فلان ثقة وفلان ماذا ليس بالثقة قالوا فلان عين قالوا فلان عدل ليش ما عندنا طريق الجواب أن الأعلام التفتوا جيدا أن الأعلام اشترطوا في الشهادة أن تكون عن حس أو ما يقرب ماذا من الحس أما إذا كانت الشهادة قائمة على الاستنباط والاجتهاد فلها قيمة أو ليس لها قيمة لا ليست لها قيمة إلا لمن اجتهد فيها ولذا أنتم تجدون أن الأعلام إذا كانت الرواية عن سيد الخوائي ومن تبعه أن الرواية إذا كانت ضعيفة السند وأن الأعلام المتقدمين قالوا صحيحة السند يقول لا أقبل لأنهم لعله اجتهدوا وأخطوا ولا نعرف ولا يمكن أن نقلدهم في هذا إذا متى تقبل الشهادة أعزائي متى تقبل الشهادة النجاشي في الرجال متى تقبل شهادة الطوسي في كتبه الرجالية متى تقبل شهادة ابن الغضائري على فرض أن الكتابة معتبة متى تقبل شهادة الصدوق متى تقبل شهادة الأعلام المفيد في الرجال إذاك كانت عن حس يعني شنو عن حس يعني بين وبين الله عاش ويا عاشره رآه جلس معه او قريب من الحس قبل بعشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة هناك قراء حسي تدل على ماذا على وثاقته على عظمته على جلالته ولذا اشترطوا في الشهادة في الرجال ان تكون اما عن حس واما ماذا ما يقرب من الحس سؤال شهادات الاعلام الذين الان نحن نعتمد كتبهم الرجالية هل هي حسية او قريب من الحس او انها ماذا اجتهادية واستنباطية اي منهم ان ثبت انها حسية او قريبة من الحس فهي معتبر كما قرأنا في الرواية قال اريد ان اشهد اشار الى الشمس قال على مثل هذا فاشهد او دع لان الشهادة انما تكون لها قيمة اذا كانت ماذا كالميل في المكحلة كما في الشهادة هناك الشهادة معتبر وانا انا استنبط قاعد في البيت هذا طب هالشكل وذيك طبت هالشكل وانا ادري وضع الاخلاقي وكذا اذا اشهد انه زن لا ابدا اصلا يقام عليك حد القاذ الشهادة المعتبر ان تكون ماذا شهادة حس لا شهادة استنباط واجتهاد سؤال عزاء تعالوا معنا الى اعلام الرجاليين من اعلام الرجاليين عندنا مولا عددوهم من اعلام الرجاليين الصدوق الكشي المفيد النجاشي ابن الغضائري الطوسي الرازي اشهراشوب رجال ابن بطريق حسا بعض الى الطوسي يوقف بعضهم شوي شنو بعد من يوصل الى مرحلة ابن ادريس وابن طاوس والعلامة وابن داود والكركي والشهيد يقول هاي كل شهاداتهم ماذا ها حسية لو حدسية واجتهادية يقول لا لا كل قيمة ما الى يقول ابن داود الحل في كتابه كتاب الرجال رجال ابن داود يقول لا هذه اجتهادات متأخرة هذا ما ينفع نشي بعضهم الى الطوسي يقف وبعضهم يمشي الى ماذا الى ابن بطريق خلي ذي هنا كم خلي ذي هنا كم خلي اذكر لك تواريخ هؤلاء الاعلام اعزاء خلي ذي هنا كم الصدوق ثلاثمية واحد وثمانين من الهجرة يعني اواخر القرنر رابع الفاصلة بينه وبين صحابة رسول الله وبين اصحاب الامام السجاد والباقر والصادق اش قد المسافة اش قد المسافة لا اقل زمان الامام الصادق اللي متوفى او المستشد مية وثمانية واربعين من الهجرة اش قد المسافة مولان يعني ميتين واربعين يعني قرن النص بينك وبين الله شهادة حسية هذه ايمكن ان يقول احد هاي شهادة حسية تعال امشي معنا الكشي في القرن الرابع مو معلوم اش وكد المفيد اربعمية وثلاث عش من الهجرة يعني شنو اوائل القرن الخامس النجاشي اربعمية وخمسين من الهجرة الطوسي اربعمية وستين من الهجرة منتجب الدين الرازي خمسمية وخمسة وثمانين من الهجرة ابن شهراشوب خمسمية وثمانية وثمانين من الهجرة ابن بطريق ستمية من الهجرة بينك وبين الله واحد في القرن السادس والسابع دي يشهد لي او الرابع والخامس دي يشهد لي على منه على اصحاب رسول الله او على اصحاب الامام السجاد او الباقر او الصادق بل حتى والجواد الشيخ الطوسي اللي دي يشهد على رجال الذين عاصروا الامام الجواد شنو شهادة الامام الجواد شوكت اعزائي ها شوكت في اوائل القرن مسافة شكت حدود المئتين سنة مئتين وعشرين سنة هذه اواخر او نصف القرن الخامس هداك اواصط اوائل القرن الثالث سؤال هاي الشهادة حسية ها الا بيني وبين الله يعني ملهم يعني ولا شلون عزيزي بينك وبين الله الان لو اطلب واحد من الاعزة الجالسين هنا اقول لا اشهد لي على فلان يقول منه اقول لبابا هذولا جوارينك اللي شنو تعايشوا يقدر يشهد اما اقول لا اشهد لي على فلان يقول منه اقول هذا اللي عاش قبل مئتين وخمسين سنة يقول سيدنا شوان اشهد علي بيني وبيني كل اللي اقدر اشهد عليها اسأل فلان اسأل العشيرة اسأل اولادها اسأل اقربا اسأل هذولا اقدر اسأل وهذه شهادة حسل وشهادة اجتهاد جمع قرائنه هذه كتبنا الرجال يا عزيزي اذا المانع الاول لقبول المنهج السندي انه لو كنا ندور مدار السند لاغلق علينا باب تصحيح الروايات عموما ولهذا تجدون انه في الوسائل في خاتمة المستدرك في المجلد الثالث هاللي عدة ثلاثين مجلد مال مؤسسة البيت او المجلد الطبع القديم عشرين في المجلد الثلاثين اللي طبع الحديثة في الصفحة اعزائي مائتين وواحد وستين والطبع القديم جزء عشرين صفحة مية واثنين يقول لو لم يجز لنا قبول شهادتهم التفت يقول لو لم نقبل بقبول شهادتهم في صحة الاحاديث لما امكن قبول شهادتهم في توثيق الرجال لماذا يقول لانه توثيقهم للاحاديث تقول اجتهادية حكم الامثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد توثيقهم الرجال ايضا ما هو اجتهادي ايضا فان قلت في الرجال حسية فلماذا لا تقول في الروايات ماذا حسية لماذا تميز بين الرجال وبين ماذا هذا السؤال اللي طرحناه مرارا بين الرجال وبين الرواية ولهذا يقول فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل يبقى جميع احاديث كتب الشيعة ضعيفة اما ان تقبلوا الشهادة حسية في الاثنين واما ماذا ان ترفضوا الشهادة الحسية ماذا في الاثنين ما هو وجه الملازمة وجه الملازمة اعزائي واضحة في قياس السثناء كما تعلمون لا بد من اثبات بطلان اللازم وبيان الملازمة في المقدم بطلان اللازم واضح ان كل كتب الشيعة صارت ضعيفة كتب السنم هي شنو بالاصل على هذا المنهج ما هي ضعيفة بعد يبقى عندنا حديث او لا يبقى اما وجه الملازمة وجه الملازمة واضحة وهي انه كما كانوا يشهدون بصحة هذه الروايات كما كانوا يشهدون بوثاقة هؤلاء الرجال شهدوا بصحة ماذا هذه الرواية لماذا تلك صارت حسية هذه صارت ماذا اجتهادية وهذا المعنى بشكل واضح وصريح ايضا اشار اليه اعزائي فقيه كبير كالمحق الهمداني في مصباح الفقاهة المجلد التاسع صفحة ستين قال انه لو صار المدار على العمل بالرواية اذا كانت صحيحة بالمعنى المصطلح فلا يكاد يوجد خبر يمكننا اثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ولا رواية الا على سبيل التساهل والمجاز والتسامح باب الرواياتنا ايضا ماذا يغلق ولذا نجد ان محققا رجاليا كبيرا كالعلام الممقاني في الفوائد الرجالية المجلد الاول صفحة مئة وسبعة وثلاثين هكذا قال اعزائي قال نحن نقبل شهادة الرجاليين المتقدمة شهادة الطوسي شهادة النجاشي شهادة الكليني شهادة الصدوق نقبلها ولكن بشرط ان تورث الاطمئنان وإلا نفس الشهادة ولم يورثك الاطمئنان له قيمة او ليس له قيمة لا قيمة له التفت الى العبارة يقول بان ذلك قبولوا شهادتهم في حق الرجال وتوثيقهم له من باب الوثوق والاطمئنان ولذا لا يعتمد على ما لا يورث الاطمئنان منها ايضا تدرون هذا الكلام شنو معنى عزائي تدرون هذا كلام شنو معنى هذا اسقاط كل المنهج الرجالي لماذا لان الاطمئنان حجة سواء حصل من كلام الرجالي او من نعاق الغراب شنو فرقها انت تقول اذا اورثك الاطمئنان فاذا قال الطوسي ثقة 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 اقول لك حاصل لك الاطمئنان اقول والله من جمع القرائن لا هذا الانسان كان مشكوك امره انا ما ادرس شيخ الطوسي شون قال ماذا بعد كلامه الطوسي حج عليك وليس حج عليك لا حجية لا قيمة لا والعكس بالعكس لو قال عن رجل كمحمد ابن سنان او سهل ابن زياد او جابر الجعفي وغيره قال ضعيف 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 تقول والله انا راجعت شفت لا الرجل من ماذا من اجلاء صحابة الامة انا ما ادري شنو السبب ان الطوسي قال عنه ضعيف ضعيف اذا قوله ضعيف له قيمة او ليس له قيمة لا قيمة لا والمنهج السندي يقول اساسا القيمة في ماذا ان الطوسي يقول ثقة او يقول ماذا ضعيف ان النجاش يقول ثقة او ضعيف هذا معناه الالتزام بالاشكال وان الشهادات شهادات حسية او ليست حسية ليست حسية لان الشهادة الحسية حجة حتى لو تورث الاطمينة الشهادة الحسية حجة حتى ماذا حتى لو لم تورث الاطمينة لو شهد شخص بانه هذا كذا وكان عادلا شهادة حسية تقبل شهادته حتى لو انت ظننت بماذا بخلافي لان الشهادة الحسية حجة اذا اعزائي المانع الاول لقبول المنهج السندي او الاعتماد على المنهج السندي انه لو اعتمدنا المنهج السندي يعني منهج السيد الخوي يعني منهج من تابع السيد الخوي لو اعتمدنا لا فقط اغلق علينا باب جميع روايات السنة في العام الاغلب بل اغلق علينا باب تصحيح الروايات اين في كتب الشياء يعني في الاصول اصول الكافر يعني في فروع الكافر يعني في التهذيب يعني في من لا يحضر الفقه يعني في الاستبصار يعني الاخر لماذا لان هؤلاء الرجال الذين ورد في اسنادها في الاعم الاغلب توثيقهم ممن جاء ها جاءت من هؤلاء الاعلام واقعا اثباتوا ان شهاداتهم كلها شهادات حسية دون اثباتها خرط القتاد هذا هو المانع ال اشتركوا في القناة